وصل صوتك تسمعوا حسنة يجيوا قبلون هذي إش مو اسمه تشتريوا سلم الانتماعي هذي صعيبة أولا الأرقام اللي اعطيناهم هما 34 مليار دينار ولكن قلنا لفما 15 مليار وقعنا عليهم والباقي تعهدت نقطة أخرى معناها على المسألة المؤتمر الدولي للاستثمار نحبو نعرفوا قدرش فهمه هيبت قبل بدأ دقيق ولا خلديوه بشوي قدرش فهمه هيبت من بين هال 15 مليار اللي تم توقيع عليهم أو من هال 34 مليار اللي فيهم وعود شكرا الهيبت كما قلت البرح في الكونفيرنس فهمة 500 مليون دينار تونسي من الاتحاد الأوروبي كاو وفهمها هيبت زادة بـ 25 مليون دينار من الحكومة الفرنسية وفهمها هيبت صغيرة لحقيقة مليون دينار وذي مثلا مصاريف المؤتمر ومصاريف الترويج ليه الروت شو اللي قمنا به في العالم يعني طرف القطرية اقترح خطر فما ناس مفهمتش علاش مثلا الوزيرة الكندية الدخلت في الجلسة الأولى الوزيرة الكندية الدخلت لأنها سبونسر قطر كذلك وفرنسا على ذاك الدخلت والإخوان من قطر مشكورين يعني رجعونا انتي تتحكي على الهيبات منهم هيبة باش نراجعوا المصاريف الكل اللي صرفناها على المؤتمر منهم الروت شو باي فما ناس خلنا حكيك على كلم التوين سبعني قولك خايفين الفلوس هذوم يمشيوا في جيوب الصحاح لا هذي شوف احنا اول حاجة كلم تونسي شكوش نو يضمن لي انه هذوم يمشي خلنا نمشي بيك سيبو بكر انتي سور سمعت كلام اخر وكلام به خلينا حكي والركز ولكن نجاوب نجاوب على الكلام هذي اليوم احنا ديمقراطي واليوم الصحافة التونسية يعني عدد الصحفيين سيتون فوق دو كنترول ولا يعني ماشي فهمها الامور هذي ماشي نجا ما تصير الصحافة حرة البرلمان يعني يثبت في كل شي والاموال هذي يعني لازم نستفهم اللي هي اكثرها اغلبياتها تمويل للدولة التونسية احنا رفعنا يعني عنا تعهدات وامضاءات للميزانات الدولة التونسية بتسهيل يعني البرح عود تأكد 30 سنة و25 سنة و17 سنة وامهال والفايدة تكون الاموال هذي ما بيش يدخلونا في الميزانية والميزانية بيش تقوم بشغلها على يعني العمل اللي متاح على الباب الثاني الميزانية اللي هي استثمارات الدولة واللي الدولة لازم تعمله بش فما اموال ماشية لميزانية الدولة للنفقات او كل الاموال اللي تم توقيع عليها واللي كيف كيف تم الوعد بها هي ماشية للاستثمار للتنمية فما زوز فما زوز مش نتكلم بالفرنسية يعني فما تعهدات بور يعني يقولك أبوي مكرو بيجيتير شو معناها الأبوي يعني الأبوي للميزانية الدولة ميزانية الدولة سيفرانجي بل يعني الفلوس تمشي في اي تيتر تمشي معني تمشي نجم تمشي في النفقات كذلك ولكن الدول الكل تعمل هذا يعني ملزمكم مش زادة ندخلو في نسأل لا لا تسل اللي تحب وانتي تسل اللي تحب وانا نجاوب اللي نحب طبعا ذلك العلاقة التعاقودية ذلك العلاقة هي ضيف وصعف نحب نجاوب اللي تحب بجدية بش نجاوب يعني التمويلات هذو ما أكثرهم ماشيين الباب الثاني من الاستثمارات يعني كي البنك الأوروبي الاستثمار يعطي كي ما البرح قلنا يعني 6.2 مليار دينار على السنوات اللي جاية كلها مشاريع استثمارية مشاريع استثمارية منطرف الدولة يعني يعني كي نقول واحنا الدولة تستثمر في الطرقات أو تستثمر في الجسور أو تستثمر في المستشفيات أو في الطاقة أو المؤسسات الوطنية متاعنا لوناس والستيق والسونيت يخيذي كلها ما يبنيه تحتية تصلح من بعض للاستثمار الداخلي للاستثمار الخاص الداخلي والأجنبي خطر موش بيش يدخل للمناطق الداخلية كنحنا ما نقوموش بأكثر استثمارات باي مش نعود نرجع للفلوس ونحب ندقق قدش فم استثمار خارجي مباشر أجنبي مباشر وهذا أهم نقطة بصراحة معنى الحق هذه أهم نقطة قدش فمه استثمارات الخارجية لكل الديريكت النجم يكونوا إلا على طريق الخواص وان يجعل هذي نجي بعد شوية سيد الوزير ولكن اليوم نجمه نقول وبراسة عالي أنه تونس رجعت فيها الثيقة صحيح من أولاد بلادها ومن الأجانب أيضا صحيح استثماروا هذا من بعد سيد الوزير اليوم هذا صحيح نقطة تحول بالنسبة لتونس شو نوين تعملوا الاستثمار هذه الصورة الإيجابية هو الاستثمار في العالم والاقتصاد في العالم فيه يعني جزء كبير من الثقة وجزء كبير من الدراك حسي البرسبشن البرسبشن في تونس كانت غايبة تونس كانت غايبة على خمسة سنوات تغايبة من الردارات من اليوم كي جرائد العالم ومش لازم نسميهم في منيش نعملو حتى في بليستيل حتى جرائد كبار في العالم يحكيوا على ناجح المؤتمر هذا عشرين عشرين يحكيوا على المزايا التفاضلية في تونس يحكيوا على الشباب تونس يحكيوا على التنظيم اللي كان محكم يحكيوا على الناس اللي يحضروا يحكيوا اللي مثلا ما نسميه يعني رئيس أبراج يجيه لتونس ويقعد أربع عشرين ساعة ويتعرف على أعضاء الحكومة والقطاع الخاص اللي هما من أكبر مستثمرين في العالم يحكيوا ناس أربعين وفد رسمي هذي الكلو ناس أخرين في الأسباع المقبلة في الأشهر المقبلة في السنوات المقبلة بشي جيوا لتونس هذا أهم شيء هذي وكي جيوا لتونس احنا أرقامنا في دينا ماناش بوش نحكي ولو محكيه يعني تيوريك الأرقام في دينا ستنسيط إكسترمان كمبيتيتيف سرتنا أولاً إني ديوالواشن مهيش أدمنسراتيف مش احنا إدارياً يعني تهبطنا العملة متاعنا عملة متاعنا نزلت شوي ولنا كمبيتيتيف أكثر ولكن نحنا سيبالاً ديوالواشن اللي رد التونس كمبيتيتيف سي استثمار ستين سنين في الإدوكاسن سي ستين سنين نستثمر في اللوجيستيك ستين سنين نستثمر في المناطق الصناعية ستين سنين نستثمر في أربع آلاف شركة تونسية أجنبية متواجدة في تونس هذي يجب ناس تعرف وليجب تعرف لتونس كانت يابلين كلكوزاني أكبر مصدر لأوروبا في أفريق خلي أفريق الجنوبية بنسل خاطر أفريق الجنوبية ولو متواجدة في أفريق ولكن عندها مستوى يعني تنمية أعلى برشة من المستويات في أفريق يعني هذي الكل اللي رجعناك نقوله اللوجيستيك رجع تقدم ستخيز إمبورتان واليوم الناس راهم ماناش في الفيلانتروبي ماناش نجيبوا في ناس من العالم باش يجيوا لتونس قالك شنو باش ندعموا ديمقراطية لي مش هذا التواجه يرحم فهمك يعني أنا اليوم التواجه العام هو اليوم نجموا بالأرقام نقولوا لهم اللي احنا عنا تنفسية أكثر من بلدان في آسيا أكثر من بلدان في آسيا يعني نعود ذلك باش ما تقولش يعني قلتها بغلط فما ديفيليار انتير احنا وندي بلو كمبيتاتي في الآزي مثلا 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 التكستيق هي بانسير خاطرها هي مش حكاية سعر أولا لالدومانت كثرة برشة في آسيا دونك السعر طلع متاع الخدامة متاع اللوجيستي والناس هدوما أبعد برشة من أسواقهم احنا قد ديم أسواقهم يتحسب الترانسپور اليوم كيف كيف في البحر الأبيض المتوسط في جنوب البحر الأبيض المتوسط احنا كمبراتيف من البلدان قراب لنا ونا نحن كمبيتاتي ما فيها شعيب باش ما تقولوش الكلامة ذا احنا ما نكذبوش ولكن زادة باش ندخل و باش معاش نحكيه على القدرات التنفسية متاع بلادنا علاش نقولناه الكلامة ذا وقدناه قدام اختصاصيين مش قدام ناس ما تفهمش وجاءوا ناس احنا في المؤتمر ذايا سيبو بكر جبنا ناس عايشين في تونس أجانب وعندهم تجربة وحكيوا على تجربتهم في تونس هانا مش توانسا نحكيه هم أجانب أحكيه بمشكلها بإيجابياتهم كل شي بانصير احنا قدناهم تحكيه براحة وما نشنعم نصنصير يجا تفضل في بانيل قول انتي ليك 4 أو 5 أو 10 أو 20 سنين متواجد في تونس أحكي على حاجات البيئة والحاجات اللي ماش بيئة اللي نجم تتحسن وإحنا هذكا احنا كحكومة هذكا اللغول تقعنا شو اللغول الوحيد تقعنا هو نسرع ونحسن عليش تقول سيد الوزير أنه معناها عودة النمو ما نجم نشوفوه عودة معناها الحالة الصحية متاع الاقتصاد متاع ما نجم نشوفوها كان بعد 3 سنوات واختفوا المشاريع مرسومة على الفين وسبعتاش والفين وثمونتاش خاطر فما مرحلة كيما صعود طيارة نظيمة طيارة يقول لك وصلت الفيتس دو كروزير متاح اخي طيارة تقلع من بلاسة تطلع في مستويات حتى توصل مثلا 10 ألف متر اللي هو التحليق يعني العادي وتوصل 800 أو 850 كم في الساعة هذيك 60 فيتس دو كروزير احنا بش نعودو نقلعو احنا هبطنا هبطنا بصيفة كبيرة السياحة هبتت الفوسفات وقف الاستثمار وخر شركات غلقت فلاحة كانت صعيبة 5 سنوات اليوم مهم الطيارة مش بكسر لا لا طيارتنا لباس عليها ميش بكسر احنا الطيارة متاعنا قاعدين نقلعو والاقلع بشيخوا وقت وكينوسل فيتس دو كروزير متاعنا نجم نقلو لي احنا طاو في الفتس دو كروزير احنا اليوم المهندسة تونسي سيبوبكرة طاو احنا حكيو دشوز تخيص 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 راو أرخص 50 أو 70% وليزم نقلو كلا productivيت متاعو خارقال عاد ميش خاترو هيا حكاية تفلوس بارك خاتر يعرفو المهندسة دكا يليس بيان فرمي وطبيب يليس بيان فرمي والتكنيس بيان فرمي والرخيط يليس بيان فرمي واللوجيستيك تحسنت ونو سوم دي جان انتخبخنان مخنى يعني اكثر اغلبتوان سا سينتا ميليناير حياتو كاملا ايتي كوميرسان نعرفو التجارة انتي منحبش نقارن بلدين اخرين حتى في مناطق في العالم تلقى بلد عندها سبغة تجارية اكثر والبلدين هذوم يبدو جنيرال مع البحر ترى دوبي انا نعرف دوبي عام مثلا سبعين وقت لا فهم مش سبعين تتر 75 و 76 الناس دوكم كانوا تجار مناصل الدنيا تجار خاطر هم يسون دون زن كخفوغ دو كوميرس خاطر فاما بورد رأوا دي زيدا نقطة مهيش رأوا بوغيت يعني بوغبغليها كاتي وغيك مو نقطة مهمة ياسر تونس التاجر حياتها كاملة تاجر يعني احنا غبنا خمسة سنوات كان الوضع السياسي سعيب برشا الوضع الامني سعيب برشا اخذينا خمسة سنوات بش نتفاهمه كاتوانسا وتفاهمنا وتفاهمنا اتفقنا على كل شيء اليوم في حكومة وحدة وطنية فيها أحزاب بمدعمتها فيها منظمات وطنية عنا شوية مشاكل ونتفاوضوا في مشاكلنا الكل وما نجمش نقولوا معناش مشاكل ولكن اليوم ينجم يصير نديكليك بوزيتيف أولا نديكليك بسيكولوجيك مهم ياسر وكل همير متاعات تونسا عنا ثيقة في رويحن اليوم كنقوله المهندس التونسي هو المهندس في البحر الأبيض المتوسط وجنوب البحر الأبيض المتوسط موش كلام أرقام ولا أرقام جاتنا الفرصة 48 ساعة ممكن قبلت أكثر من 35 وفد يعني متاع مستثمرين والكلام هذه يتقال لهم وتعاود 35 مرة وكان لازم يتعاود 200 مرة باش نعاوده سيد الوزير سيد فاد عبد الكيفي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي نتيجة متاع المؤتمر هذا فاق التوقعاتكم أنا الأرقام الأرقام كي العادة روما نحبش الركز بركة بركة والبارح توجه الحكومة كي عملنا الكونفرنس وضحنا نقطة مهمة شنو اللي صححنا وشنو تعهودات خاطر نعرفه الفرق والتونسي يعرف الفرق بين واحد يعدك بحاجة وواحد يمضي على حاجة باهي ولكن أنا اللي الحقيقة مرتاح له أولا الويمور وثانيا رينا الوفود اللي جاءنا رينا الشخصيات العالمية اللي جاءتنا ورينا اللي تونس نتصور في 48 ساعة هذه رجعت عليها البروجيكتور العالم أجمع يحكي على تونس سياسيا وكيفاش نجحنا كيفالعالم البلد الوحيد في الربيع العربي هذا كله ممتاز ممتاز ولكن ما يكفيش احنا اليوم حاشتنا بنمو والنمو من نجم يجي إلا بالاستثمار إلا كالناس تعرف اللي فهمها منطقة أو بلاد في البحر اللي عبيض المتوسط ينجم ينجم يكون يعني يعني كل 19 سيد وزير 19 مليار دينار يعني يعرفوا تونس الوعود اللي هي مش مصحة دول هذه إيش بي احنا الدول سمحني سيبو بكر احنا ما صارتش دوفيل في 2011 ما صار دوفيل وقالوا 25 مليار دينار دولار وبلون مرشال ومن عرف شنو وما صار 20 مليار دولار آخر خلنفهم دوفيل ما صار منها شيء بعد والبرلمان الأوروبي مشكور ولكن الناس اللي عندهم الفلوس مش نفس عنيش مسار ما تتبعنش كي ما نقول في بالتونسي شيء من الله وشيء من عبد الله مش من قلوش احنا ما تتبعنش احنا ممكن ما تتبعنش ولكن فما حكومات زادجات من بعد وحب تتبع احنا اليوم نحكيه مع أصدقاننا في أوروبا بكل صراحة راهوا ميزانية الدولة كي تترفع بـ 18 مليار لـ 30 مليار دينار سيبو بكر لازم تشوف يعني قداش الميزانية تعبت من المعدات العسكرية احنا عنا جيش وطني وجيش جمهوري وجيش حياته كامل عمل التنمية ودافع على حدودنا ولكن ما كناش في تصور جيش قتالي ونشريه في معدات نشريه فيهم سعر السوق يعني هذي كل أطعب الميزانية متاعنا واحنا كندافع على حدود الجنوبية اللي تون صارنا ندافع وزاد على حدود الجنوبية لأوروبا والكلام هذي اتقال لأصدقان وهو كمريط والدعم اللي جانب بعد خطر زاد فما نوع دبلوماسية الاقتصادية احنا اليوم الناس الكل متفاهمة وتوينس الكل فهمت اللي المالية العمومية في حالة دقيقة يعني والسالود يتعادى بالاستثمار الاستثمار أولا الداخلي وثانيا الاستثمار الخارج وأمننا كبير اللي الاستثمار نجم يصير اليوم في تونس كي احنا نسهلوا كحكومة الاستثمارات ونعديوا قوانين سهلة والناس كل نجم تفهمها والناس كل يكونوا على نفس المستوى في الكمبيتسون نجم نجيبوا الناس ويستثمروا ونجم يصير نمو وكي يصير نمو وقتا نبدأوا نحاربوا في البطالة سيد فضاء عبدالكيف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي نحكيوا على 15 مليار ولا 30 مليار ولا 40 مليار أخطر برش أكبر برش الرقم أنتم تحكيوا على 67 مليار دينار حجم المشاريع لو كان جاءوا ولا يجيوا نجم يجيوا 67 مليار هذو ما بين استثمارات دينار في الخمس سنوات القادمة هل أنه عنا القدرة اليوم سيد الوزير عنا القدرة الإدارة التونسية كل وضوح عندها القدرة على استيعاب كل هذه المشاريع في خمس سنوات أو قول حتى في ست سنوات نحن نشوفه اليوم في أفضل الحالات نعملوا 70% نسبة تنفيذ الميزانية كل عام هل عنا القدرة شوف ش نعملو لرفع القدرة متاع الاستيعاب متاع الأموال هذه والمشاريع هذه ونعرف أنه كريتي حد أوروب يعطيك مليار دولار على 2017 ما تصرفهم رام يخرج ومعاش تلقاه هذا يكلمك صحيح طاقة الاستيعاب مسؤوليتنا ومن نجموش نقعد وزيدها في تونس ويقفين على من نجموش وطاقة الاستيعاب أي طاقة الاستيعاب مشكلة وازلنا نحسنها أش بش نعمل يعني اللي كنت نحكي لك فيه قوانين أسهل قوانين تتفهم قوانين ما تتناقص إدارة للناس كل يعني تحكي عليها لدارة المشكلة مش من موظفين الدولة ولا من كوادر الدولة ولا من الإطارات العليا متع الدولة المشاكل الجيسة عتم القوانين متع الدولة اللي هي ساعة في بعض الأحيان قديمة في بعض الأحيان غير محينة في بعض الأحيان فما يعني نختم بدي أنا توكي ادخلت لوزارة فهمت في دي سيجين نحكيه على قانون 1919 وقانون 1960 أمر علي اي 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 لا لا راوسيتون غياليتي مبوم مانيش نحكي في كل شي بانسور ولكن يعني شارجانو يعني يفو صفاق سو كون فوزت وانا عندي كلمة بش نحب مو نقول هالك راهو تولمان تسي جغي لابندانس هات نجيخ با لاميزيخ احنا ندوى صفار جغي لابندانس اليوم فما ينابندانس جايونا فلوس ناس تعهدت كيما تفضلت انتي دول مش يعني دول تعهدت احنا كحكومة بش نبداو في الصراحة التامة كنا نجم ونجيوكم للصحافة ونقول لكم 34 مليار دينار وكهو نقفو غاد إليه قسمناهم هاو والتوقيع وصار قدام الصحافة الكل وقدام الرأي العام والناس هذو ما خلقنا ليجان بش نتبعوا توتسويت يعني شون بش يصير وكي يجي الناس تقول بش نعطي مليار دينار احنا توا الجمعة جاية فما وفود جايتنا تقنية من الفداس ومن الصندوق السعودي ومن البنك العالمي بش نبداو نحكيه في المشاريع وليه تمويل المشاريع بش نقدمه فيه خاطرانا نحبكم زادا تقعدوا تتبعوا فينا على هذية اللي صار كل يشو بش يصير عام اخر وهذية زادة كذلك في نفس الوقت رأينا نتفاوضوا مع الصندوق النقد الدولي يعني بوكو تسيجي احنا تونس حاشتها بجسر بين 2016 و2017 قناعتنا الكل اللي النمو قدامنا اللي فما امكانية كبيرة يصديرو جوع المجالات الاقتصادية الكبيرة اللي هي السياحة اللي هي الفوسفات اللي هي البترول البترول اللي نحفره في كنا نحفره 14 و15 وفي المجالات الكل هذية تمس العلم كسناية ما زل ما تحفرها حتى بير اي مثلا نرجعه نحفره لبيارة البترول ونرجعه نخدمه وكيف كيف زاد هذية حكاية اللي التونسي محبش يخدم هذية حكاية هذية حكاية نزمنا ما عاشي نحكيوهم التونسي شكون دقال التونسي محبش يخدم التونسي يحب يخدم ولكن محبش يخدم دون ويحب يخدم عند ناس يعطيوها سالير دي سان وسيكوريتي سوسيال دي سان يعطيوها وين بوسيبوليتي دي فورمشان يعطيوها وين بوسيبتي نهار بش يسيكس باتري خاطر بش يدخل في مؤسسات كبيرة دون هذا نحن بلاد تحداش مليون شخص ماناش بلاد يعني كي جيونا ألفين ضيف انتي عايش في تونس العاصمة يعني نحكي على تونس تونس العاصمة تحولت شوية منذ يعني نهارين ولا ثلاثة صحيح ولا الوثلت عبات وليرستورات عبات وناس داخل وناس خارج وفهم اجتماعات كي ما نقوله بالدرجة الحركة رجعت هذي ألفين شخص جيولتون وما جيوش يعني ما جيوناش ميتين ألف شخص 4500 شركوا فيها شغال الموت اي فما أجانب مستقرين وفما أجانب جيوناهم بالبرة نحكي على جانب اللي جيوناهم بالبرة خليني نرجع لمسألة معنى نحكي على الأرقام أما ما هي المشاريع اللي اليوم ذات أولوية بالنسبة لكم كحكومة المشاريع العمومية ذات الأولوية وما هي المشاريع اللي كانت أكثر إغراء جاذبية للمستثمر الأجنبي حضرتوا على عالم تيد نهارين سيد وزير أحنا الأولويات متاعنا هي التحسين ولو البنية التحتية في تونس باهية ولكن نجبنا نزيد نحسنها ونزيد نقويها في كل المجالات في التطهير في المياه في الكهروب في الطاقة المتجدة لكلها يعني تواسس غير يعني بيزار وزير يجاوب يقول كل شيء بريوريتير ما يخلين نقولي كل شيء بريوريتير يعني ماذا بي نعمل كل شيء ماذا بينا مش أنا نعمل ماذا بينا الحكومة تعمل كل شيء ولكن الدولة كي تعمل طرقات وجسور وشيء نمو بشي شيء كي يجي المستثمر الخاص يستثمر الداخلي والخاري مثلا نعطيكم ميناء نفيضة لبرشة ناس حكيولي عليه قبلت عليه ممكن عشرة وفود عليه ناس كل تحب تعمل ولكن فما ترتيب في تونس نحن الترتيب نزلنا نتعدى بالصفقات العمومية على ذاك النجم نقوله اللي اليوم ممكن فما تعديل في القوانين هذية بيش نسرعو به المشروع هذية خطر مشروع ضخم يعني فيه منطقة صناعية وفيه منطقة لوجستية وفيه منطقة لميناء يعني اونو بروفوند ونجم قوي ولكوميرس هو وغيره وهم نحبش نحكي على المناطق خطر ظهرة زادة جديدة في تونس ومعقول ومفهوم اللي كي تحكي على منطقة منطقة احنا ماذا بينا نشعو على المناطق كله ماذا بينا ندخل المناطق كله ماذا بينا نسرعو اليوم ايكونوميك مو بغلان بعروف العالم اجمع يعني يدخلوا يخدموا النمو يرجع ولكن احنا نعملو فيه في حالة مالية عمومية ضعيفة وتعبة لك احنا بش نكملو نعملو لنجم وحدينا رصدنا سنة الباب الثاني من ميزانية الدولة اللي هي باب الاستثمار تاعد الدولة رصدنا له يعني رقم أعلى من الرقم من طالع عام اللي قبله تاعد 2016 شو معناها هذي معناها مالجريض الضغط علينا وصعوبة الوضع ومفاوضات مازلنا نعمله في التنمية اللي هي التنمية الجهوية والاستثمار في البنية التحتية هذي الكل بشي حسن مناخ الأعمال كيرجعونا مستثمرين كبار سيبو بكر من تونس ومن خارج وريد المستثمرين تونس تعهدوا يعني بأرقام ومن الخارج كذلك رأوا فما مشاريع يجيونا لتونس ممكن مشروع يخدم لك 4000 شخص 5000 شخص ما نحكي لكش على المشاريع الضخمة لـ 50-60-000 أنا اليوم القرار اللي تخذه هو تجنيد الحكومة وتجنيد الإدارة والإدارة تعاون فينا رأوا من اللي توليت المهام هذي هو اجتماع بين سيد رئيس الحكومة وبعض الوزراء كنت أنا منهم مع المديرين العامين للإدارة التونسية وكان اجتماع خارق العادة خطر حكينا بصراحة وحكينا على شنو اللي هم معطلهم وشنو اللي هم مخوفهم وشنو اللي احنا مناش فاهمينه كحكومة وتحس اليوم اللي صار يعني تجنيد تجنيد الإدارة نعم اللحمة 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 واللحمة ذا يرى وعشتها حتى في تحضير المؤتمر خطر ياخي ماشي في بين الناس اللي وزارة يعني تحضر مؤتمر لازم وزارات كل تدخل التجهيز الدخل والنقل الدخل والسياحة الدخل وزير الثقافة الدخل المطار الدخل والناس كل تحس اللي يأيون صليد غيتي باش ننشح المؤتمر في بعض احيان دخلتها بعضها شوية حسن المكون لا 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 لي صحيح هذا الكلام هذا الكلام وها حلقة نحن فرحانين تنظيم ممتاز حتى احد من أجم يقول عكس هذا بس تثنائيا منعني سي سليم الرياحي وسي محسن مرزوق معناه خرجوا مغشيين. بارسا ما صار حد شيء. حتى مشكلة في المؤتمر. وامورهم خرجوا مغشيين. ده بالروس. مش عرس عرس بنت خلتهم. اما اذي معناها مؤتمر لتونس. دونك حتى حد ما مغشيين. ناس كل فرحان. ناي صحيح. ومشكورين على هذا. معناه في ظرف وجيز في في وقت صغير في انو تبشتعون الفروض شوان ومش لاهين بالتنظيم برشا لاهين شو بتقنعو في الناس البره وكذا. بشي ناس يجيون. خدمة كبيرة صار ترى. لازم ناس يجيون. يعني احنا كيدرنا في العالم بش نصدعاه الناس. بش نصدعاه. مش كيتمشيلو وتقنعو وتحكيلو وتقولو راهو فمه ومشاريع وكي جي توا نقدم لك سيد رئيس الحكومة وبش تقعد مع سيد وزير التجهيز وبش ترى المشروع بش نهزاك المنطقة الصناعية مهم هذي. وفي بعض الاحيان نجحنا بش نقنعو رقم واحد تعال الشركة اللي الضخمة هذي بش يجي وفي بعض الاحيان رقم اثنين وفي بع المفيد يجي الشخص داك وكي جي لتونس اللي تعهدنا به من اجتماعات ومن تقديم ومن تسهيل ومن تفسير وكي هو يجي يلقى زيادة زملائه في مناطق اخرى وفي قطاعات اخرى معروفين ومشهورين يعني كي انا نعلن على اتفاق بين ميكروسوفت ووزارة التكنولوجيا اخي مهم للغاية كي نعلن اللي ايربيوس التفقت مع شركة كي نعلن اللي سيقال عاود تراجعة تستثمرت كي نعلن اللي بي اسا كتكتبشي تعاو تصنع في تونس. بجو. هاي جاور مه سيارة ممتازة. سيد فضل عبد كيفي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي. نعود نرجع لك لوزارة الخارجية دخلتها بعض. لا. عاملت تعهدات تعهدات. عطت كلمة لبعض رؤساء الوفود. انا مش يلقيوا كلمة في جلس الانتتاح. لا لا لا. هذيك انا قلت نتحمل فيها انا شخصيا المسؤولية. هذيك البنك الاسلامي للتنمية. واستعذرت لهم. ونعاود نستعذر يعني اعتذر الخطر صارت الترتيب. كنا ماشي في بنا شخص يجي وجه شخص اخر. والسيد اللي جاء يعني. تحدثت معه وحكيتها في الكونفيرانس دو بريس. وعدناها. وعطاونا الترخيص بش البيان اللي كانوا بش يقولوه. قلتو انا. ورسلناهم وهتفناهم. والامور رجعت. ومش مشك لك يوحد يتحمل المسؤوليته في. والخارجية ما عندها حتى دخل في هذا. انتي تتوانا نقول انا مسؤول وانتي تجدت الخارجية مسؤولة. بي. تسفات عدد كيف وز inefficient؟ موزير تنمي الاستثمار وتعاون الدولي قداش اجنبي مباشر؟ لا. الاستثمار المباشر الاجنبي تقومت اولا الهدف. الهدف مكنا نجم شد يتقوه استثمار مباشر. الاستثمار مباشر. الاستثمار الخاص. لا تقومی به دول. فم مشاريع تقدمت في اتار المؤتمر مشاريع خاص. higher income. بيسا ما هو ما خاص وتيل نات ويربيوس خاص وسيقال خاص مئة الملايين من الدينارات وسمارت تونيزيا وهذه الكل وصار لكن احنا زادر قدمنا مشاريع بش نرفع الامويل على المشاريع اللي احنا الحكومية اللي حاشنا بهم ولدعم ميزانية الدولة في الظرف هذه الدقيقة بش نجمو نعملو بيه ميزانية الباب الثاني من ميزانية اللي هي استثمارات الدولة التونسية اللي هي مهمة كذل ولكن جاونا في الناس هذو جاووا فود رسمية وجاووا مؤسسات عالمية نخدموا معاهم ديما راه بش نأكدوا للناس اللي مش حاجة جديدة ياسر بش تجينا الباب كيف 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 نرجو على كلمة الباب يعني الباب راهو سي لا بلو جراند نوفيل متع المؤتمر رانا ونتي ان كمبتيسيان معا ستة بلدين واشهر واحنا نتفاوضو والباب كي ترجع لتونس شو معناها سيبوبك معناها يعني عملو ديليجانس عالسيكوريتي في تونس عملو ديليجانس على الكادر في تونس وكي غدوة تبدالك الباد عاصمتها تونس تعرف كي الباد جاءت لتونس سيبوبكر مقرها الاجتماعي الكل ونادي كيبليلي كريدي من البادل تونس في علمك به هذي ولا عليه خاطر فما سي تطفين نغمال سي امان يعني انتي عندك سياس سوشيال بعيد عليك ياسر ولا سياس سوشيال تالبانك الخريب تولي تعرف الناس مش خاطر يعني تتمزع لنا البادر ناس يعني حرفيين ويعرفوا شا عملوا ولكن قرابتنا يعني الجغرافية كنا نتكلم هكا افي كي لزابور دو لباد قوي وبرش اليوم المقر المقر مش اقليمي يعني شمال افريقي سمحني هو المقر لتدقيق للناس خط ناس مش ليه 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 قلتها قلتها pour البوتات قلت جووزانانس لرطور دو لباد اتونس او سكت اخي خامو يصفق اخلتو لهم ريجيونال لباس يعني بور ديكونتراكتر خلني اخباليها هاني نعاود يا سيبوبكر المقر الاقليمي للباد كي ترجع لتونس يعني سيكوريتي في تونس ما فيهش مشكلة يعني الكوادر التونسية هوا ما بشي يخذوهم والقرارات التمويل الكل للبلدين الستة هذو ما بشي تاخذو في تونس ما عاش تاخذو في عبيجان هذي عاود يقر بنا وسمحني كيصيروا اجتماعات بين مصاريا والباد وين في صيروا في تونس ويجتماعات بين زيري وفي تونس ويجتماعات بين المغاربة ولو هو يعني المدير العام اللي تسمى هو يعني أخ من المغرب من المغرب الأقصى يعني هذي الكل يخلق كذلك حركية انتي تعرف الحركية اللي عشناها كي كانت الباد مقرها في تونس صحيح ولا ليه يعني ناس كريت ديارها وجمع تلباد عندهم مانبو فغداشا قوي هذو ما زادها بشيرجعوا مئات من الباد بشيرجعوا في المقر كي نعملناها لازمنا نقولوا سيتا نبو فوزيتيف كنا اون كمبتيسي معا بلدين محترمة وكانت عندهم ديارجوما وإحنا لدينا ديارجوما كانوا أقوى كيف نفهموا ملاحظة على غياب دول نحكي على الغياب السياسي سيد الفاضل عبد كيفي وزير أنا ما نحكيش في السياسة ما تعرف سيفو بك أنت وزير والوزير يتكلم في السياسة ولي باطل الوزار واحدة منهم سيد الوزير حابني نبطل الوزارة لا لا تتكلم في السياسة تتكلم في السياسة تتكلم في السياسة فضل عبد كيف وزير تنمية للثمار والتعامل الدولي الإمارات مفهمش لا الإمارات سياسيا لا 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 كي سياسين أي سياسين ألمانيا مفهمش كيفيه جاي رئيس ألمانيا كيفيه لا رئيس السابق كيش بيه رئيس السابق لا رئيس السابق بيصير رئيس سابق للمانيا جاء كيفيش يعني وجاءت الكيف دوبلو في ويخي الكيف دوبلو في وقعنا معها هي البنك التنمية الألماني كيفيش جاءت؟ ألمانيا جاءت مش جاءت جاءت بقوة وجاءت شركات ألمانية كبيرة ألمانيا هات نحكي نحسمه الأمر بريتانيا بريتانيا بش نصحه معها ثلاثة مستشفيات نحكي عن الحضور السياسي والله من حبش نوصل نقول أن الحضور السياسي يعني مهم للغاية ولكن أحنا كانت فكرتنا الأهم هو الحضور الاقتصادي المرادة نحن بريتانيا ولا مريكيا ولا فرنسا ولا البلدين عالم أجمع مدعمين تونس تونس خضرت بري نوبيل راون دميل كنس أين أمريكا؟ أمريكا أمريكا فيما إدارة جديدة سيبو بكر سألوني عليه السؤال دي وجاوبت يعني معرفتي في السياسة ليه مش كبيرة يسر يعني إدارة قاعدة تتبدل في أمريكا ما فيما إدارة جديدة في شيء بعثونا ونتصور هذا الموقف يعني الموقف السياسي ولكن البارح جات من أكبر شركات أمريكية في العالم جات جي إي البارح صار لليقاء مطول مع ممثلين جنينر الإلكتريك في تونس بحضور سعادة سفير أمريكا في تونس وبيحضور الكوادرة على الوزارة متاعنا وبيحضور سيدة وزيرة الصحة ما تصححش كونتراتم؟ أه؟ الاتفاقية ما تصححش؟ ماذا بيه؟ مازلنا نتفاوضوا ياخي لازم اللي بشرعهم مازلنا نتفاوضوا خطاع لحد عليهم ما تصححش الاتفاقية لأنه جنرال الإلكتريك ليس تستثمر في تونس ليس استثمار حقيقي في تونس عليك جنرال الإلكتريك تخلق لك من بلاتفورم يعني في تونس وتخدم لك مهندسين سأرى مهم الأموال والأهم أسامي شركات يعني تخرج العالم إلى جنرال الإلكتريك ولا ميكروسوفت ولا إيربوس ولا بيسا ولا جوجل ولا غير ومنظم الشركات العملاقة يدخلوا تونس والباد مثلا ترجع مقرها الإقليمي في تونس هذه خير من ألف بيبليسيتي نعملوا فيها في الخارج هذه أقوى بيبليسيتي لتونس نجاح نجاح للمؤتمر الاستثمار لنظمته تونس يوم 29 و 30 30 نوفمبر ونهنيكم على النجاح هذي ونهني تونس ونهني كل التونس سيد وزير سيد فادع عبد الكيف وزير تنمية والاستثمار وتعاون الدولي يطلبوا التونس وطلبنا نحن حتى في ميديشون نشوفوا نوع من المرصد متابعة تنفيذ المشاريع هذية وهذه التمويلات يكون على موقع الوزارة على موقع الحكومة على أي موقع حتى يكون فما التونس يكون مساهم في المتابعة ويكون حتى يضغط عليكم نعضوكم بهذا أولا أحنا سيد وزير الخارجية نهارت وصول الوفود الرسمية أنا كنت مع سيد رئيس الحكومة وانستقبل في رئيس الوزارة الفرنسي سيد وزير الخارجية قبل الوفود الكل وعملوا وانطلقوا في لجنة متابعة للتعهدات قبل ما يبدأ المؤتمر عنا خدمة كبيرة قاعدين يقوموا بها عن طريق وزارة الخارجية فرصة زادة كذلك شنشكر السيدة السفراء اللي قبلوني كي سفرت يعني عنا ظاهرة جديدة في تونس خارق العادة نعرش جديدة سفراء والولات سفراء والولات يتكلموا أكثر اقتصاد الآن من سياسة حتى الصحافيين لا انتم صحافيين تحكيوا أكثر سياسة لا 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 تبدلنا قاعدين تبدل ايبا عطينا الفرزة زيبال عطينا الفرزة زيبال شكرا جزيلا بباركة الله فيك شكرا عطيك صحة للكم التوفيق وان شاء الله تكون خطوة هامة نحو عودة فعلا حديث التوينس الكل على وضعنا الاقتصادي وعلى النجاح وعلى النجاح ان شاء الله وانجاح يجيب النجاح اكزاكتما شكرا